مرحبا بحضراتكم مرة تانية الانتهكات والجرائم اللي بيرتكبها الاحتلال الاسرائيلي في فلسطين ضد المدنيين على مدار 44 يوم لو نتكلم عن هذا التصعيد الأخير تحديدا الحقيقة يمكن أحرج العديد من الدول تحديدا كمان الدول اللي كانت متضامنة مع الكيان الاسرائيلي شفنا تصريحات مفجأة الحقيقة لرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مقار رأي نشر في صحيفة واشنطن بوست كشف خلال وعن استعداد الولايات المتحدة الأمريكية لفرض حضر تأشيرات الدخول على المستوطنين المتطرفين اللي بيهجم المدنيين البعض شاف هذه التصريحات وقال قد يعتبر تغير في الموقف الأمريكي لكننا عايزين نفهم أكتر عن هذه التصريحات ودلالتها عنا عرفه طبعا من الدكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية والمحالة السياسية اللي منوارنا صباح الخير عليك فانا صباح الخير تحية الحضرات ما لازم أفهمه من هذه التصريحات يعني هذه التصريحات محاولة أمريكية وكأنه يصنع شيء من الاستدارة أو يغير في الموقف لكن الموقف واضح هو ذلك الانحياز وتلك المؤذرة اللامحدودة للإسرائيل في عدم وقف إطلاق النار في استمرار هذه المجازر في استمرار هذه الأعمال الوحشية لكن فكرة إدانة المستوطنين وأن تقييد وحظر التأشيرات لدخولهم من أراضي الأمريكية يعني أمر لا يقدم ولا يؤخر بل بالعكس هو يدل على محاولة التجميل لكن أمريكا يعني في رواة إحسان عبدالقدوس أنا لا أجذب ولكني أتجمل لا أمريكا تجذب وتتجمل الاثنين تجذب وتتجمل تجذب في كل تصريحاتها وفي ممارساتها وتحاول أن تتجمل ولكن هذا التجمل وكل أدوات المكياج منتهية الصلاحية ولم تعد تنطلع على أحد ولا تستطيع أن تجمل هذا الوجه القبيح وهذه السياسات وتلك الممارسات وأنتم إعلاميون شوفوا المفاجأة الإعلاميون العرب يتم فصلهم الآن في غرف الأخبار وفي غرف الأحبار الصحفي يفصل المذيع يفصل رئيس التحرير يفصل المنتج يفصل المخرج يفصل مدير العام البرامج يفصل بأسماء يعني في كل ليه؟ لأنه عبر على الرأي الله طب حرية الرأي ما فيش طب الرأي والرأي الآخر ما فيش طب الديمقراطية تعيش أنت يا حاج طب أي حاجة الله يعني كل هذه أكاذيب كلها أكاذيب أمريكا يعني فكرة الديمقراطية وحقوق الإنسان والرأي والرأي الآخر وعدم تقييد وعدم تكميم الأفواه وحرية التعبير وحرية الصحافة كل هذا أكاذيب في أكاذيب الممارسة هي ما نشاهده الآن في الواقع وفي الناحية العملية طيب دكتور طارق زي ما كنت حدريبا تتحدث عن فكرة أنها هي مواربة يعني هي محاولة للتجمل لأنه على أرض الواقع حتى لو منتابع جلسات لمجلس الأمن أنه بدنا أن الولايات المتحدة الأمريكية من أوائل الدول التي ترفض مشروع مشاريع الخوانين التي تتحدث أو تتبنى وقف إطلاق النار لكن على الجانب الآخر تتحدث عن هدنة إنسانية ولكن ترفض وقف إطلاق النار يعني هل ترى أنه هذه التصريحات والتصريحات المتعلقة بأن ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة هو مرفوض وما إلى ذلك هي كلها مجرد يعني محاولة لتجميل مظهرها هي هو ده مش الرأي الحقيقي للإدارة الأمريكية بالفعل إسرائيل هي أمريكا نفس يعني لا نستطيع أن نفرق ما بين المسؤول الأمريكي والمسؤول الإسرائيلي لأن البعض يتحدث عن تحدي مثلا أن نتنياهو يتحدى الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن يتحدى كيف للتابع أن يتحدى المتبوع كيف للخادم أن يتحدى المخدوم يعني نتنياهو لا يستطيع أن يفعل أي شيء بعيدا عن تلك هذه الحاضنة الأمريكية أمريكا هي إسرائيل وإسرائيل هي أمريكا هي نفس السياسات هي نفس المقاربات هي ضد وقف إطلاق النار هي استمرار هذه العمليات والمجازر هي تقول نفس الحيثيات والمنطق أن وقف إطلاق النار سيصب في صالح المقاومة وستقوم حماس بترتيب الصفوف وإعادة ترتيب الأوراق يعني نفس كل شيء لا ويعني يظهرون شيئا من الاستدارة يظهرون شيئا وكأن هناك اختلاف وكأن هناك بعض الآراء في الولايات المتحدة الأمريكية تقول عكس لكن في النهاية متخذ القرار واحد السياسات واحدة لا شيء واقعي لا نتائج ملموسة واقعية في الأرض النتيجة واحدة العبرة بالنتائج العبرة بالأفعال والممارسات يعني الولايات المتحدة الأمريكية يعني كما يقول المثل المصري الاستعارة التمثيلية خلاصة التجربة الإنسانية في مصر أسمع كلامك يعجبني أشوف أمورك أستعجب في الكلام كلام جميل قوي يعني بتكلمه عن اللي هي الأستعجب بلسطيني قامت دولة فلسطينية حل الدولتين لكن الممارسة سياسة استمرار وتأبيد الاستيطان يعني هم يقولوا حاجة الكلام عصول لكن الواقع العبرة بأفعالك وانت تقول لي أنا بحبك والممارسة انت بتعمل التصرفات الأفعال لكن هو بالكلام هم يبيعون للعرب الكلام كلام فيه كلام كلام معصول لكن الواقع والممارسة عكس ذلك تماماً طيب وإحنا بنتكلم دلوقتي عن سلوكيات المستوطنين خلال الفترة الأخيرة بعد تسلحهم كمان مع بداية هذا التصعيد كيف تقيم الوضع وخطورة الوضع في الضفة الغربية يعني هي أرض واحدة وفلسطين واحدة طيب قلنا حماس متطرفة الجهاد متطرفة جماعات المقاومة ليست مقاومة هم إرهابيون أوكي طب الضفة الغربية هل الضفة الغربية تسيطر عليها حماس هل هناك هناك من المفروض هناك تنصيق أمني وهناك سلطة فلماذا كل هذه العمليات من القتل والإبادة أيضاً في الضفة الغربية إذا كنتم تقومون بما تقومون به في غزة فلماذا مثل هذه الأفعال ترتكب أيضاً في الضفة الغربية إنه نفس النهج ونفس المنهج وهذه المجازر التي لا طائلة من ورائها يعني إيه الحكمة من المجازر إن هذه الحكومة شديدة التطرف لها موعد لن تجد من دونه موئلة هي إلى مسبلة التاريخ لذلكم يعني يعلمون أنه بمجرد انتهاء وأن تضع هذه العمليات القادرة أو زارها ستكون يعني أدها وأمر الحساب التحقيق المساءلة يعني نتنياهو يعتبر هو أكثرهم اعتدالاً يعني في هذه الحكومة المتطرفة كمان حكومة شديدة التطرف وعنصرية ونازية وزير يريد إلقاء القنبلة النووية على غزة وزير يريد يعني تهجيرهم إلى أوروبا وبنجزير هو لوزع الأسلحة على المستوطنين وزير يوزع الأسلحة على المستوطنين يريدها أن تكون يعني بغابة إذن يعني هذه الحكومة المتطرفة مآلها إلى إلى مسبلة التاريخ وإلى المحاكمات وإلى الإقالات والمحاسبة سواء كانت السياسية سواء حتى الجنائية لأنهم متورطون في قضايا فساد مالي فهم يطيلون كالمجرم الاليائس القانت من رحمة القانون ورحمة المجتمع فلذلك يقوم بهذه التصرفات التي ليست فقط غير أخلاقية لا هي كمان أكبر من كده مش غير أخلاقية وبس لا هذه كمان غير راشدة غير عقلانية لأنه إيه جدواها إيه قيمة أن أنت يعني تقتل آلاف المدنيين العزل يعني أين الأهداف العسكرية أين أنت من حماس أين أنت من الجهاد أين أنت من تفكيك البنى التحتية لجماعات المقاومة هذه أعمال غير راشدة غير عقلة أعمال جنونية أعمال كلها خصة ووضع ورغم ذلك تجد هذه المؤذرة من الولايات المتحدة الأمريكية أتصور أن يعني جو بايدن ونتنياهو وكأنهما فقد الرجد والعقلانية مصابا بالزهايمر السياسي وذلك الخابل الاستراتيجي وكل هذه خطوات لن تقدم ولن تؤخر بالعكس هي تنتقس من المصداقية وأيضا ستنتقس من الشعبية كما تخبرنا استطلاعات الرأي دكتور بما أن حضرك أشارت لما يحدث فيه الضفة الغربية خلينا نروح لموقع روسيا اليوم اللي نقل عن صحيفة فوليتيكو الأمريكية قرار الجانب الأمريكي وفرض إجراءات تقيضية ضد المشاركين بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال أو سياسات تهدد الأمن والاستقرار في الضفة الغربية ده تقرير نشر في بوليتيكو شايف حضرتك يعني حتى ما ينشر في هذه الجرائد هو أيضا هل ده بمثابة انتقاد لهذه المواربة ولا هو بمجال في إطار التصديق حتى للتصريحات الأمريكية شايفوا إزاي يعني أنا أرى الآتي أرى أنهم في نهاية المطاف أن هذه الأمور وهذه الاختلافات التي يتم تصديرها سواء كان بين السياسيين بين المؤسسات سواء كانت حتى بين الصحفين في النهاية العبرة بالنتيجة العملية بالواقع على الأرض لكنها هذه كل تلك الاستدارات والاختلافات ويصدر وكأن هناك ثم التباين ذلك من أجل محاولة تجميل ذلك القبح لأنهم ظهروا وأحنا أمام لحظة انكشاف للحقيقة يعني سواءتهم المغلظة ظهرت أمام العالم وظهر هذه البشاعة وهذه الوضاعة في تلك السياسات سواء كان الإسرائيلية أو الأمريكية طب لا بيت زعيم المعارضة يقول لقد فدقنا فقدنا مصدقيتنا لقد فقدنا أخلاقنا وشرفنا ولم ننجح في الحرب يعني هذه تصريحات زعيم المعارضة إنه يتآهل لاستلام زمام الحكم عندما تسقط حكومة نتنياهو حكومة نتنياهو خلاص هي وكأنه كالذبيح كالخروف المذبوح هذه رفاصات الأديك المذبوح إنه في نهاية يعني أيامه السياسية وفي النهاية ستقدم هذه الحكومة وسيقدم نتنياهو ككبش فداء سكيب جوت أو خروف فداء أو قل خنزير فداء لأنه كالخنزير المدون بالزيت يستطيع أن يراوغ وأن يفلت ولا يموت سياسيا وفي كل مرة يتم إحياءه ولكن هذه المرة في كل مرة يحدث هذا مع نتنياهو وأطول رئيس حكم إسرائيل ولكن هذه المرة لن تسلم الجرة إنها النهاية يا نتنياهو فساد سياسي فشل أخلاقي فشل استراتيجي عدم قدرة على توفير الأمان للناخب الإسرائيلي وكل ذلك سيكون في نتائج الانتخابات القادمة ومن ثم نجد تصريحات زعيم المعارضة لبيد كما يعني أسلفتها حال يعني هو يحول القفز فقط على الموقف طيب بحسب كلام حضرتك إنه الولايات المتحدة الأمريكية تريد تصدير هذه الصورة فقط للجميع لكن ما يهمنا هو التنفيذ على أرض الواقع أنه يمنع بالفعل المستوطنين المتورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين العزل في الضفة الغربية من دخول الولايات المتحدة الأمريكية مصبوط؟ تمام تمام هل ده هيحصل فعلا؟ هو لأنه فيه تكهنات وفيه توقعات بتقول إن ده من الوارد حدوثه لأنه العنف اللي بيحصل في الضفة الغربية غير مسبوك وغير مبرر كمان هذا العنف المستمر وهذه السلسلة من المجازر التي ترتكب سواء كان في غزة أو في الضفة الغربية هي بإذن وبضوء أخضر من الولايات المتحدة وإن أرادت الولايات المتحدة أن توقف هذه المجازر اللي وقفت في الفلتو وفي اللحظة ولكن هذا على هوى هذه الإدارة الأمريكية أيضا التي فقدت مصدقياتها وأتصور أن كل ما يحدث هو إطالة هذه الإطالة الغرض منها الغرض منها هو الانتقام عندما يعني عندما يكون شخص محكوم عليه بالإعدام يعني ماذا عساه ماذا تتوقع أن يفعل سيصنع كل ما في يده لأنه ميت ميت سياسيا فهو يطيل هو ينتقم وينتقم ويقتل هذا الكم من الأطفال الردع ومن ومن الشيوخ ومن النساء ومن العزل هذه أعمال انتقامية هذه أعمال الجنونية بربرية إجرامية يعني لا قيمة سياسية لها فإذا سألتني ما جدوى هذه الأعمال جدوى هذه الأعمال الذي يقوم بارتكابها وممارستها يعني يعلم يقينا أنه محكوم عليه بالإعدام السياسي فهو يقوم بمثل هذا الانتقام وهذه المجازر والأعمال الوحشية دكتور طارق أخيرا وسريعا جدا هذه تحدثت عن الإطالة لكن الإطالة دي لها نعكاس على الداخل الإسرائيلي وخسائر إن كانت اقتصادية أو عسكرية لأي مدى يمكن أن يطيل نتنياهو هذه الحرب نتنياهو يطيل الحرب إلى أقصى درجة يمكن أن يصل إليها ولكن في نهاية المطاف الداخل الإسرائيلي يعلم وبدأ يدرك أن ذلك لا طائلة من ورائه الأمن سيكون ذلك التحرك وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية والعالم وقد نجد هذه الزيارات المكوكية التي لجان الوزرية المشكلة نتيجة قرارات القمة العربية الاستثنائية فبدأت تتحرك وتتجه إلى الصين وتتجه إلى العواصم الأوروبية هؤلاء الوزراء بدأوا يعني يؤكدوا للولايات المتحدة أنها لم تعد التي تنفرد بقيادة العالم وإنما أيضا هناك الصين هناك روسيا هناك عواصم أخرى مهمة بدأ العالم يعني تتكشف له هذه الحقيقة نحن أمام لحظة انكشاف الحقيقة وهو يعني ذلك ذلك التردي والتخبط والترنح من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وأنها لم تعد مؤتمنة على قيادة العالم وأنها لم تعد يعني تستأهل يعني حق النقد وهذه القيادة لأنه كما أكد الرئيس السيسي أن القوة الحقيقية ليس فقط السلاح إنما لابد مع السلاح وهذه الترسانات العسكرية لابد من سياق أخلاقي وهو ما افتقدت إليه سواء كان الإدارة الأمريكية أو الإدارة الإسرائيلية وأيضا حذر الرئيس السيسي من أن يعني إطالة أمد هذه الصراع وتلك المآسي والمجازر الدموية قد تؤدي إلى انفلات الأمور من عقالها وتحدث يعني يحدث حرب اتساع وحرب إقليمية بين ليلة وضحاها على حد تعبير سيادة للرئيس ومن بعده مباشرة ردد هذه الفكرة النائب الأمين العام للحزب الله فدائما مصر هي دائما مبكرة في أفكارها وأطرحاتها ومن ورائها القيادات الإقليمية والعالمية تردد ما تقوله الدولة المصرية شكرا جزيلا دكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية والمحلل السياسي شكرا جزيلا